أحمد من المغرب بارك الله فيه يسأل يقول ما العلاج للتخلص من شهوات الدنيا ومغرياتها وفتن النساء خاصة أجدها في عملي وفي الأسواق علما بأنني متزوج أسمع دروس كبار العلماء أحفظ قدرا من القرآن أفكر في التعدل لعل الله يجعله سببا بماذا تنصحوني إلى آخر ما ذكر أحمد من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك أخي الفاضل يقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك يقول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا يدلنا على ماذا على أن المسلم من الضروري جدا أن ينتبه إلى مسائل الاستقامة والثبات على دين الإسلام وعلى الطاعة وعلى القربة الأمر الثاني يجب على الإنسان أن يأخذ هذه الأمور بقوة لا بضعف يقول جل وعلا يا يحياء خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة نبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه بأن يعني يأخذ هذا الدين بقوة ولا يأخذه بضعف المسألة الأخرى أخي الفاضل الله عز وجل بيّن لنا كل شيء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ما ترك الله عز وجل شيء إلا أبينه ولذلك يعني من أسباب الثبات أولا يا أخي الفاضل كثرة التعلق بالله عز وجل خاصة أسماء الله تعالى الحسنة سؤال الله سبحانه وتعالى دائما الثبات فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني الأمر الثاني طلب العلم الشرعي طلب العلم الشرعي سبحان الله العظيم يشرح الله عز وجل به الصدور ويسر به الأمور وأيضا تتقزم هذه الشهوات أمام من يطلب العلم الشرعي وينظر إليها نظر احتقار بخلاف الذي لديه جهل أو جفاف أو يعني إيماني يعني تعظم عنده المعاصر ويرغب فيها أما الذي ولله الحمد اتسعت دائرة الإيمان حتى انفسح لها الصدر والقلب تتقزم هذه المعاصي ويحتقرها ولا ينظر إليها بمثل نظر بعض العصات أمر الآخر بارك الله فيك البيئة لا بد أن تعيش في بيئة نظيفة بيئة إيمانية سواء في بيتك في مجتمعك في حارتك مثلا الصحبة الله عز وجل قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أصحب الأخيار بارك الله فيك صحبة الأخيار نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى نصوص كثيرة في هذا ولو لم يرد في القرآن والسنة فيما يدل على فضل الصحبة الصالحة وقبح الصحبة السيئة لك فالواقع الإنسان يلاحظ هذا بنفسه إذا جلس مع الأخيار رجع بشخصية وبنفسية وبعقلية غير شوف أنه مطمئن ومرتاح ومنشرح الصدر قريب إلى الله وإذا جلس مع رفقة سيئة وأصحاب سيئين رجع بنفسية والعياذ بالله يعني يشعر بضيق في الصدر يشعر بحرج يشعر بألم يشعر برغبة في الشر والعياذ بالله لذلك الصحبة عليك بالصحبة أمر آخر يا أخي الفاضل ما دام أن لديك الرغبة في الزواج ما المانع بشرط أن تكون قادر يعني قصد التعدد يعني تكون قادر على أنك تعدل بين البيتين مثلا لكن هذه ما تقدم عليها إلا وأنت قد وصلت إلى مرحلة من القناعة والنضوج على أنك قادر على التعدد أمر آخر يا أخي الفاضل كثرة التسبيح والتهليل وقيام الليل وقراءة القرآن حرص على الورد اليومي حرص على يكون لك ركعات في الليل حرص على ذكر الله ذكار الصباح ذكار المساء أيضا الإنسان بل الإنسان على نفسه بصير من أين أتاك هذا الشر هل من الخلطة ابتعد عن هذه الخلطة هل من الذهاب إلى الأسواق ابتعد لا تذهب إلا للضرورة هل في شيء معين أنت أدرى بنفسك أنت الآن هذه الساقية الآسنة اللي لوثت عليك قلبك وصدرك وفكرك وجعلتك الآن منزعج سد هذه الساقية سد هذا الطريق الذي دخل عليك منه الشيطان وبهذا تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر